أكد لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حرصه للاجتماع بالجهاز التنفيذي للمحافظة لنقل تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ترتكز على ضرورة الاهتمام بالمواطن وتسخير الإمكانات كافة لتلبية مطالبه واحتياجاته ووضعها في مقدمة الأولويات لتوفير الخدمات المختلفة له بالجودة والكفاءة العالية التفاصيل في تقرير الزميلين أشرف عباس ودكتور أحمد محمدين أكدت دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على حرصه للاجتماع بالجهاز التنفيذي للمحافظة لنقل تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ترتكز على ضرورة الاهتمام بالمواطن وتسخير كافة الإمكانات لتلبية مطالبه واحتياجاته ووضعها في مقدمة الأولويات لتوفير الخدمات المختلفة له بالجودة والكفاءة العالية مشددا على أهمية التعاون والتكاتف بين الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وبزل قصار الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الملموسة على أرض أسوان لنرى في كل يوم ما هو جديد بما يصب في صالح المواطن الأسواني وأثناء ترأسه لفعليات الاجتماع بحضور المهندس عمر لشين نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد فضلا عن القيادات العسكرية والتنفيذية والجامعية والدينية أشار الدكتور إسماعيل كمال على أننا لدينا رؤية لوضع خطة عمل متكاملة من أجل الوقوف على كافة المشاكل والعمل بتفاني وجدية وإخلاص على أرض الواقع لتوفير الحلول الجزرية لها وهي التنصيق كامل مع الوزارات والجهات المختلفة لتوفير الدعم اللازم بما يساهم في الوصول للنتائج الإيجابية بمختلف قطاعات العمل العام وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة لا فتن إلا أنه بالتوازي سيتم العمل على تأهيل وتجهيز عروس المشاكل كان معكم من ديوان عام حفظ دي أسوان أشرف عباس القناة السامنة قناة طيبة